لهدنة إنسانية في غزة رغم تلبحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتهدئة فالغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يطال المدنيين تحديداً هو جريمة بحق الإنسانية وتستدعم من الدول التي قررت أن تلعب دور الوسيط أن تسلك طريقاً يفترض أن يقود إسرائيل إلى التهلك لا لإقناعها بالتهدئة الساعة القليلة لوقف إطلاق النار لم تكن لتكفي سكان غزة لجمع أشلاء الضحايا المباثرة في الشوارع والبساتين أو الانتشال الجثث من تحت الأنقاض وبالتأكيد لن تكفيها للإحتفال بعيدها المخضب بالدم وستحتفل غزة بعيد الفطر تحت النار والحصار وفوق الأرض وتحتها ستزور الأمهات قبور الشهداء ولن يلعب الأطفال على الشاطئ لأن الزوارق الصهيونية ستغتالهم بكل تأكيد وفي الوقت التي تدور السياسة بين مبادرتين واحدة مصرية والثانية أمريكية بهدف تجريد المقاومة من صلاحها وسواريخها وأنفاقها إلى جانب كسر إرادتها فإن المقاومة جددت رفضها لأي تهديئة مشبوهة لا تفك الحصار عن غزة ولا تعد أعمارها وأكدت قولها برشقات صاروخية طالت عاصمة الاحتلال تل أبيب واستمرت بسقوط على الوتيرة نفسها على المستوطنات والمواقع الصهيونية التي تحاصر غزة من كل الجهات استأنف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة بعد هدنة رعتها الأمم المتحدة كشفت عن عمق الحقد الصهيوني الذي دمر أحياء كاملة وهدم المنازل فوق أصحابها وما أن انتهت مدة الهدنة حتى عادت الطائرات والمدفعية إلى قصف المدنيين وهو ما دفع المقاومة إلى الرد فورا على العدو الإسرائيلي فقصفت المدن والمستوطنات والمواقع الصهيونية بالصواريخ والقذائف وقصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم مدينة تل أبيب وسط فلسطين بصاروخي م75 ومدينة أزدود جنوبا بخمسة صواريخ جرادة وموقع كيسوفيم العسكري بصاروخي مئة وسبعة ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في جنوب ووسط فلسطين المحتلة واعترف الاحتلال بإصابة مباشرة في تجامع بمستوطنات أشكول بصواريخ المقاومة وأضرار مادية كبيرة وباندلع حريق كبير في ساحل عسقلان نتيجة سقوط صاروخ وذكرت صحيفة ودعوت أحرانوت العبرية أن صاروخا انفجر في منطقة مفتوحة في مدينة بتاح تكفة بدورها أعلنت صراي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها تمكنت من استدافك بوتس نيرعوز بخمسة صواريخ مئة وسبعة ومقتصبة يادمار دخاي بأربعة صواريخ مئة وسبعة وتبنت الصرايا قصف معبر كرم أبو سالم وأشكول برشقة صواريخ مئة وسبعة مما أدى إلى مقتل جندي سهيوني وإصابة آخرون حسب معطرف العدو وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجرا عن مقتل اثنين من جنوده متأثرين بجروح أصيبة بها خلال اشتباكات مع المقاومة شرقي مدينة غزة وبهذا ترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاشتياح البري للقطاع إلى ثلاثة وأربعين قتيلا وفق ما أعلنه جيش الاحتلال لكن المقاومة تؤكد أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك واستشهد أحد عشر مواطنا وأصيب نحو ثلاثين آخرين في تجدد للقصف المدفعي والصاروخي الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أعلان انتهاء التهديئة الإنسانية لترتفع حصيلة شهداء منذ العدوان الصهيوني على غزة في يومه الثاني والعشرين إلى ألف واثنين وستين شهيد وأكثر من ستة ألاف مصاب ترجمة نانسي قنقر